كل حياتك هم كل جماعة الإخوان الإرهابية دول الأعداء لكل واحد مصري شريف وعداء لجيشك وعداء لرئيسك وعداء لشرطتك وعداء لقضاءك أعداء أيوة زي ما أنا بقولها كده كل من هو ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية وفي ناس مش إخوان مش تنظيمين يعني ولكن طابور خامس طابور خامس زيهم زي الإخوان دول برضو أعداءنا دول أعداءنا اللي عادوا جيشك عادوا ليك اللي عادي جيشك بيعديك جيشك شرفك جيش مصري ده شرفنا وعزتنا وكرمتنا جيش مصري واللي يشتم الجيش بيشتم المصري يعني اللي يشتم الجيش المصري بيشتم المئة مليون لأنه جيش ده بتاعنا احنا ما فيش بيت ما فيهوش حد من القوات المسلحة عزتنا وتجرسنا عزتنا وتجرسنا آه أقولها بقى على صوتي نعم واللولة الجيش المصري ما كانش فيه بلد ما كانش فيه حد كانت بقى تنظيم الإرهاب اللي بيحكم لحد دلوقتي وقتل المصريين الجيش هو اللي حمينا كلنا واللي يقرب من جيشنا هو الشعب اللي ينتفض عشان يقتص وياخد حقه حضراتكم أي إساءة توجه للقوات المسلحة إساءة لكل واحد فينا كل واحد شريف حلقة تبلينا عن الموضوع ده بس من بدري بأتكلم حضراتكم دلوقتي بالمناسبة عشان الخوانة خوانة الأوطان اللي بيخونوا بلدهم تنظيم الإخوان الإرهابي والطابور الخامس الخوانة عمر ما غيرت كلامه ولن أغيره ستة إبريل خوانة زيهم زي الإخوان كل من ينتمي ويساعد الإخوان في أي وقت زي وزي الإخوان بالزبط تحطه في نفس السلة هترمي الإخوان في الزبالة يبقى معها دول تقول الإخوان أعداء الوطن يبقى معها كل دول اللي يعادي مصر واللي يعادي جيشها بيعادي شعبها تعرفوا الحكاية اعرفوا الحكاية أصلها إيه فشل على مدى ثمان سنين يضرب جيشك فشل إنه يوجه سنين